موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في صداء بلام الجديد من قناة الرافدين نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل نبدأ من صحيفة إلاف ومقال للكاتب جواد بشارة جاء فيه يمكننا القول إن العراق يقف على حافة الهوية بعد نتائج انتخابات أكتوبر من عام 2021 فالشعب العراقي كان عازفا عن المشاركة وقاطع الانتخابات بنسبة 80% لأنه فقدت ثقة بالطبقة السياسية الحاكمة في العراق برمتها منذ عام 2003 وأغلب مكونات هذه الطبقة هي أحزاب وكتل تمتلك فصائل مسلحة وميليشيات مدججة بالسلاح بعضها خارج على القانون وتتبع دولة أجنبية هي إيران فتعمل على فرض إرادتها بالقوة وتهديد بالسلاح وكسر إرادة الخصوم وخاصة إرغام الشعب وتركيعه ومحاربته في قوته اليومي ومعيشته الإطار التنسيقي مصر على المشاركة في الحكومة القادمة واتقاسم الكحكة أي الوزراء والمناصب والامتيازات السياسية والمالية والسلطة والسطوة واستمرار المحاصصة بحجة أن التحالف الثلاثي يجرد المكون الشيعي من استحقاقه الذي تكرس وفق عرف سياسي وليس دستوريا ومع ذلك يفرض نفسه كممثل للمكون الشيعي في حين يرفض مقتدى الصدر هذا الطرح الدماغوجي ويصر على نحو قاطع بأنه لا يريد التحالف مع قوى الإطار التنسيقي الذي يكرس الفسادة والنهبة وتسبب بانهيار العراق على كل الصعود على مدى 18 عاما وعندما حاول التحالف الثلاثي إيجاد حل مؤقت للانسداد السياسي ومحاولة توفير سبل العيش للشعب العراقي المنغلق حاليا بسبب عدم تشريع الموازنة فاقترح قانون الأمن الغدائي فقام الإطار التنسيقي بتحريك المحكمة الاتحادية لإصدار قرار يمنع الحكومة من تشريع مثل هذا القانون لأنها حكومة تصريف أعمال ومنع البرلمان من تشريع القوانين بغياب حكومة جديدة يقوم الإطار التنسيقي بمنع تشكيلها كثلث المعطل وكسر النصاب في البرلمان باستمرار وعياد بطريقة كسر العهد في حالة عدم الوصول إلى حل يتنازل الإطار عن مطلبه بالمشاركة في حكومة توافقية مرفوضة صدريا وذهابه للمعارضة لن يكون أمام التحالف الثلاثي سوى حل البرلمان وإعادة الانتخابات الأمر الذي لا يحظى بموافقة وارتياح البارتي وتحالف سيادة السني فالفوضى أمام الجميع والتوافق القصري خلفهم فكيف الخروج من هذا المأزق؟ يقول سحبان فيصل محجوب في موقع كتابات قبل أيام قليلة فجئنا بتصريح تلفازي صادم على لسان المسؤول الأول لقطاع الكهرباء تضمن ما يفيد بأن العراق بحاجة إلى استيراد الغاز الإيراني لمدة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة إن صحت هذه التقديرات فهي إشارة عجز واضحة لعمم قطاع الطاقة في العراق والذي سوف يلقي بتبيعاته على جوانب الأمن القومي كما تؤشر أيضا إلى الإخفاق الكبير في استغلال الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة وتحقيق أمنها وتاليا فهي تعني غياب أحد الشروط الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي بعيدا عن توجيه الاتهامات وعلى افتراض أن أطلاق مثل هذه التصريحات كان بحسن نية وعلى وفق حسابات سطحية في تقدير الحاجة المستقبلية لكمية الطاقة الكهربائية المطلوبة وعدم توافر الثقة في ثقة الأرقام أو غيابها التي تتضمنها الخطة الوقودية والتي يجري إعدادها بالاشتراك مع الدوائل المعنية في وزارة النفط كطرف المنتج وباقية القطاعات الأخرى كطرف المستهلك والتي يعتمد إنتاجها على ما يتم توفيره ضمن هذه الخطة والمستند إلى تقديرات تقدمها المؤسسات المختلفة بحاجاتها المستقبلية من أنواع الوقود المنتجة وطنيا إلا أن ثمت أكثر من دلالة واضحة تشير إلى تردي مستوى المعالجات الاقتصادية المطلوبة المصاحبة لإخفاقات الخطط المستقبلية كونها ضعيفة لا تجاري متطلبات البناء والتطوير أو هي خطوات وإجراءات وهمية بعيدة عن واقع الحال تم وضعها بالاعتماد على خبرات متواضعة غير متمرسة وغير قادرة على رسم مسارات عملية في تسخيل الموارد المختلفة لصالح النهوض والتخلص من القيود المفروضة هذا أمر أما الأمر الآخر الذي يمثل في خطورته تهديدا كبيرا لمستقبل المجتمع العراقي ورفاهيته فهو التعمد المسبق للإبقاء على حالة التردي للقطاعات الإنتاجية وضمان استمرارها في الاعتماد على الموارد الخارجية لإحداث من اقتصادية وسياسية معروفة إن التغذية عن هكذا وقاع أو هفوات تعني الاستسلام أمام واقع مفروض ومريض وعلى الأصلاء من العراقيين الوقوف من وسائل على المستويات كافة نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا أشرت فيه إلى تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع جنازات الفلسطينيين كتهديد أمني أضفت الصحيفة في تقرير أن سلطات الاحتلال تعاملت مع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلى على أنها تهديد لأمنها تذكر المجلة أن شيرين لم تكن سياسية أو معارضة وبعد وفاتها تحولت إلى أيقونة فلسطينية وتعاملت السلقات الإسرائيلية مع جنازتها وكأنها تهديد أمني وتقول المجلة أن الأسباب التي دعت الشرطة الإسرائيلية لتخريب الجنازة غير واضحة وإن كانت تخطط لتخريبها منذ البداية تصرفات إسرائيل في جنازة أبو عاقلى تكشف عن أنها كانت معنية بالأثر الدائم لجنازة إقونة فلسطينية أكثر من التداعيات السلبية من جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ونقلت عن عيران ليرمان نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق أن القوات الإسرائيلية تقلق من إمكانية العنف في جنازات الفلسطينيين وكذلك الأثر الأوسع لتمجيد أعمال مقاومة مثل الشهادة مع أن أي من هذه ليس مرتبطا بجنازة أبو عاقلى وقال المبعوث الخاص السابق للشرق الأوسط دينيس روس في أثناء الانتفاضة الثانية استخدمت الجنازات العامة لتعبئة الجماهير الكبيرة وتغذية الغضب والعواطف وبحسب أستاذ العلوم السياسية في كلية ستونهيل أنور ماهجين فالقيود التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية على جنازة أبو عاقلى تشبه التي وضعتها على عائلات الفلسطينيين في الداخل المحتل ممن قام أفرادها بعمل عسكري في مدينة الخضيرة في نهاية أذى البارس حيث طلبت الشرطة الإسرائيلية من كل عائلة دفنهم في الساعات الأولى من الصباح الباكر وقيدت المشيعين بخمسين شخصا لكل جنازة وطلبت منهم عدم إطلاق شعارات تحضيرية ولا أعلام وحتى جنازة رسمية وقال دوري سادوت المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم أن تصرفات الشرطة في جنازة أبو عاقلى كانت مريعة وفضحت الملمحة الروتينية الأوسع للنهج الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية مع المشيعين الفلسطينيين كشفت صحيفة الجارديان في تقرير عده جيسون بارك ومارتين هوجسون عن نتائج تقرير للأمم المتحدة حصلت عليه واتهم مرتزقة روسيا بالإفراط في استخدام المفاخخات في ليبيا لم يتركوا علامات ظاهرة وربما ربطوها بدوم أطفال وورد في التقرير أن مرتزقة الشركة باغنر المرتبطة بالكريمبان خرقوا القوانين الدولية بتركهم ألغاما في المناطق المدنية بدون أي محاولة للتحذير أو ترك علامات أو محاولة نزع الألغام القاتلة أقلت الصحيفة إن مرتزقة باغنر ربط مفاخخات بأسلحة قوية متفجرة مضادة للدبابات كانت مسؤولة عن مقتل إثنين من العاملين في تنظيف الألغام من منظمة غير حكومية وأشارت إلى أن محاققين يشككون في أن مفاخخة عثر عليها في حي المدني بطرابلس ومصنعة من قنابل أهاون ومتفجرات بلاستيكية ربطت بدونيا هي من عمل مرتزقة فاغنر ولفتت إلى أن نتائج التقرير الذي أعده فريق متخصص يعمل للجنة بالأمم المتحدة مهمتها مراقبة العقوبات وحضر تصدير السلاح إلى ليبيا ستعزز القلق في العواصم الغربية عن الدور الذي لعبته فاغنر في أفريقيا وكشفت الغارديان في الشهر الماضي عن مذاكرات في مالي تربط فاغنر بسلسلة من المذابح هناك واتهمت فاغنر من انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يقاتل أفرادها في الأشهر الماضية المتمردين نيابة عن الحكومة المركزية ويتهم مقاتل فاغنر بقتل المدنيين خلال الغزو الروسي لأوكرانيا ورجح خبراء وجود حوالي ألفين مرتزقين تابعين لفاغنر في ليبيا بين آذار مارس 2021 ونيسان إبريل 2022 كانوا يدعمون الجنرال خليفة حفتر وقاموا بصراعة عدد من الإلغام الضخمة للدفاع عن مواقعهم قرب طرابلوس وبناء على القانون الدولي فقد كان على فاغنر وضع علامات على الأماكن وإن تحذر السكان المحليين وإن تنزعها عند انسحابها بعد عدة أسابيع وإن الفشل في هذه الإجراءات يعتبر جريمة حرب بحسب ميثاق جنيف نشرت صحيفة نيزافيزيمايا روسية تقريرا تحدثت فيه عن الزيارة التي أداها الوفد الحكومي الأمريكي بقيادة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد ترولو إلى كل من قريغستان وأوزبكستان قالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 إنه في خضم الجولة التي استمرت حتى 27 من شعر الجاري يعتزم الوفد الأمريكي زيارة كل من كازغستان وطاجكستان أيضا بهدف توطيض العلاقات الأمريكية مع المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لخلق بيئة آمنة الولايات المتحدة تسعى إلى منع دول آسيا الوسطى من مساعدة روسيا في الالتفاف على الأقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وأقناعها بالاستفاف إلى جانبها وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها التي يؤديها وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دول آسيا الوسطى خلال الفترة الأخيرة أشارت الصحيفة إلى أن الوفد الأمريكي يضم أيضا ممثلين عن البنتاجون ومجلس الأمن القومي وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن جانبها صرحت وزارة خارجية قرقيزستان أن الطرفين ناقشا المسائل المتعلقة بالعلاقات القرقيزية الأمريكية وتطرقا إلى القضايا الأقليمية والعالمية على رأسها أهمية إرساء تعاول فعلي وأثر بشكل ملحوظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقرقيزستان نقلت الصحيفة عن المستشار السابق لرئيس وزراء قرقيزستان ومدير مركز الحلول الاستراتيجية أبليكاتا كوبات رحموف أن اهتمام الولايات المتحدة بصيغة C5-1 زاد في الآوينة الأخيرة وعن طريقها تعمل واشنطن على العثور على موطئ قدم في المنطقة من خلال برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واستئناف أنشطة العبور وحتى تمركز القواعد الجوية العسكرية الكاملة في أرسيا الوسطى أخيرا نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لوورينكا استيرزيزينكا قالت فيه إن دينمارك أجبر الطالب اللجوء السياسي على العودة إلى سوريا ضمن سياسة الصفر لجوء سياسي قالت إن مريم عواد 22 عاما لا تستطيع أن تتذكر وقتا نامت فيه بهدوء وربما كان قبل رفض طلبها لتجديد ترخيص إقامتها كلاجئة في الدينمارك قبل عامين وقبل عام 2015 عاشت العائلة في بلدة صغيرة خارج العاصمة دمشق ولكنها هربت بعد اعتقال النظام شقيقها الأكبر هذا الوضع ليس استثناء ففي عام 2019 أبلغت الحكومة الدينماركية مئات اللاجئين من منطقة دمشق بأن إقامتهم لن تتجدد وعلى خلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد رأت الدينمارك أن المنطقة أهمنة لعودة اللاجئين تقول ليزا بلينكمبيرغ من منظمة أمنيستي انترناشنال في الدينمارك في 2015 شاهدنا تغييرا في التشريعات والتي تقضي بحرمان اللاجئ من حق الإقامة بسبب التغييرات في بلدانهم ولكن يجب أن لا يكون التغيير أساسيا وفي عام 2019 قررت الحكومة الدينماركية أن العنف قد توقف في دمشق بدرجة يمكن للسوريين العودة وتقول بلينكمبيرغ أن سياسة الدينمارك من طالبين لجوء واللاجئين أصبحت معادية خلال السنوات الماضية وفي عام 2019 أعلن رئيس الوزراء أن الدينمارك تريد صفر طالبين لجوء وهذه إشارة قوية في الحقيقة وأضافت مثل بقية الدول الأوروبية هناك دعم قوي للأحزاب المتطرفة في الدينمارك وهو ما أرسل رسالة قوية للحكومة حسنا الدينمارك لن تكون بلدا يرحب باللاجئين أو طالبين لجوء أثرت هذه السياسة على النساء الشابات أو النساء المتقدمات في العمر ولم تطل الشباب الذين قد يجبرون على الخدمة الإزامية في الجيش أو الأطال الذين يدرسون في المدارس الدينماركية بعد قصف إسرائيلي عنيف بالصواريخ ألقى بها تحت أنقاض منزلها المبعثر خرجت تلك الفتاة الفلسطينية عفواً بعد 12 ساعة من تحت الأنقاض لتنقش بعد عام على تدمير منزلها فوق رأس عائلتها لوحات فنية تحكي قصتها الفنانة التشكيلية زينب شكري القولق 22 عاماً تخصص آداب لغة إنجليزية من سكان قطاع غزة المحاصر الناجية من ذاك القصف الإسرائيلي فقدت 22 شخصاً من أفراد عائلتها بينهم أمها وثلاثة من إخوتها في أحدى غارات جيش الاحتلال أثناء عدوانه على قطاع غزة في أيار من أيار مايو من عام 2021 تحكي القولق قصتها بألم شديد وحزن عميق في معرضها الذي جرى تنظيمه على مدار اليومين الماضيين عبر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين تحت عنوان عمري 22 عاماً وفقدت 22 شخصاً ورغم معاناتها المركبة إلا أن الفنانة الفلسطينية لم تنسى معاناة رجال الدفاع المدني والمسعفين الذين يعملون على إنقاذ المواطنين وإخراجهم من تحت الأنقاض خلال الحروب الإسرائيلية على غزة بأبسط الأدوات مشددة على ضرورة توفير ما يلزم والآن مشاهدين إلى رسوم الكاريكاتورية موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة